السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام إجابة على بعض طلبات المتابعين فيديو اليوم حيكون حول كيفية إضافة درع الحماية لحساب الفيسبوك فخليكم ويانا ولا تنسون دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا شنو فائدة الدرع هذا الدرع ما بي أي فائدة غير أنه يحمي الصورة الشخصية الخاصة بحسابك ويمنع التقاط سكرين شوت الهيب ومشاركتها بالتالي بنشرها مثلا بمواقع التواصل الاجتماعي والآن إذا كنا نتكلم عن الدرع الحقيقي اللي يقوم بهذه العملية فالحصول عليها ممكن فقط يعني للحسابات الجديدة يعني اللي تنشئها الآن وبنفس الوقت تقوم بتفعيل ميزة الدرع أو الحسابات اللي تم إنشاؤها مؤخرا ممكن تضبطوا إياها عملية تفعيل الدرع الآن بصورة عامة إذا كان شخص يحب تفعيل هذه الميزة فمباشرة وقبل إنشاء حساب الجديد للفيسبوك يفضل تفعيل الفي بي أن ونختار من الأماكن والبلدان الهنت مثلا يعني نضبط الهنت هو بلد الفي بي أن وبعد ذلك نقوم بإنشاء حساب الفيسبوك بشكل طبيعي جدا طبعا في بعض الأحيان يظهر طلب تفعيل الدرع بصورة القائية وإذا ما ظهر فبمجرد النقر على صورة البروفايل ونختار من القائمة من الأسفل بعد الضغط تشغيل ميزة حماية صورة الملف الشخصي مثل ما تلاحظون الآن لا يمكن للأشخاص الآخرين تنزيل أو مشاركة صورة ملفك الشخصي على الفيسبوك طيب إذا ما ظهرت هذه القائمة لسبب أو لآخر فمو مشكلة نقدر ندخل على هذا الرابط اللي حيث تركب الأسفل ونختار منه تفعيل الدرع وطبعا الفي بي أن شغال هذا الكلام كله للحسابات الجديدة طبعا أما القديمة فحتى إذا نجحت هذه الطريقة ما راح يعمل الدرع أكثر من جمالية للصورة فقط يعني عادي كل شخص ممكن يأخذ سكرين شوت وهذه الطريقة هي الرسمية اللي أتكلم عنها ممكن أكو بعض الطرق الغير رسمية وما أنصح بيها لأن ممكن تعرض خصوصيتك للانتهاك أو حسابك للخطر إذن هذا كان كل شيء اليوم أتمنى يكون الشرح مفيد لكم لا تنسون دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ونلتقوا إياكم إن شاء الله في لقاءات أخرى إلى اللقاء